السلام عليكم ايران تحرك اللوب الأخطر ضد مصر والخليج حاجة كده شبح حصار اقتصادي لعب اقتصادي الامساج بمفاصل مصر والخليج اقتصادية ما تستقلش بالنقطة دي ايران أكبر لاعب في السوق السوداء الدولية وليها أن يف كل دولة في العالم تجيد سياسة طرق الأبواب الخلفية عن ناحية التانية قطر بتتورد في صفقة اقتصادية وغير اقتصادية هي الأخطر مع ايران تقدر تقول انها بتلعب بالنار حرفية على بالمناسبة ايه قصة الجواسيس الاقتصادية والسياسية اللي نشرتهم قطر في المنطقة؟ ده سؤال مهم بمساعدة قطر بيحصل كذا حاجة زي ان فيه اتجاه ايراني من بوابة اقتصاد احتواء الكويت وضمها للمادة الشيئية كل اللي بيحصل ده بمباركة اماراتية طبعا حضرتك تهتي مني مش عارف تصنف مين مع مين ولا اين اللي بيحصل حلقة النهاردة بقى خطيرة جدا واحدة من التقارير اللي تعبنا فيها خاصة ونيني هنحكيها وبالاسماء المتورطة في صفقات اقتصادية هدفها ضرب باستقرار مصر والخليل فركز وياريت اللي بيشوفونا من الحكومات والمسئلين يركزوا برضو الموضوع مش سهل شوف حضرتك هي حلقة عيارت ايه فجاز بقى خمسين تشاي انما مصبوطة ومتنسى تدعمنا بقى اللايك والشير والسماسكرايب للقناة على اليوتيوب والصفحة على الفيسبوك ويحسكوا لسحابكم عمنا تفعل معنا والرأي بتنتقد او بتأيد او بتعارك لان بجد ده بيدعمنا في ان ننطور من المحتوان لو شاجز بقى فهاتوا يلا بينا انا محمد ابو عاصي وجادردش معك شوية اقتصاد في خمسينة اقتصاد في بلدنا مصر في نظام عبقري اسمه المدرسة التكنولوجية او التكنولوجيا التطبيقية اللي عمل النظام ده هو وزارة التربية والتعليم الفن في مصر نظام معناه ان تيجي شركة كبيرة زي شركة العربي او زي غبور او اي شركة تاني يعملوا تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم لعمل مدارس تكنولوجيا خاصة بيهم وتخصصاتهم ويتم تصميم المنهج الخاص بالمدرسة دي على اساس تخصص الشركة اللي عملت المدرسة وبالتالي تم تدريب الطلبة عمليا في مصانع ومقرات الشركة دي بحيث ان الطالب يشتغل على آلات ومعدات اللي موجودة بالفعل في السوق ويمارسها ويحترفها وبالتالي الطالب اللي بتخرج من المدرسة التكنولوجية دي هو اكتر واحد مؤهل انه يشتغل في الشركة ويضمن مستقبله والشركة كمان تضمن كفاءة الشباب اللي شغالين فيها الصراحة لقطة تتشكل عليها وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص كمان طب انا بحكي لك كل دليل عشان اقول لحضرتك ان الرعي المحترم بتاعنا جينزيكار الشركة اللي قلت لحضرتك عليها قبل كده انها اكبر شركة تصنيع فرش السيارات واليخوت في مصر انضمت لمنظومة المدارس التكنولوجية واسست مدرسة جينزيكار التكنولوجية للصناعات المتكاملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات بالطريقة دي جينزيكار كان عادة بقاليها الريادة والسبب بانهم اضافوا مجال وتخصص جديد ما كانش موجود قبل كده للمنظومة التعليمية والمهنة بقاليها مرجع اكاديمي ومنهج تصمم على ايد ناس بتشتغل بقاليها 50 سنة في المهنة وهيفضل طول العمر المنهج ده مسجل باسمه شغل الريادة يعني وده ليه مستقبل كبير في مصر وبر مصر توكيلات السيارات الكبيرة دلوقتي بتفتح مصانع في مصر وتتجه للتصنيع او التجميع المحلي تخيل بقى كم الفرص اللي في المجال ده بقيادة شركة كبيرة زي جينزيكار مستقبل مضمون يعني هسيب لحضرتك لينك صفحي جينزيكار على الفيسبوك والانستجرام وعشان تاخد فكرة اشتغل معاهم وتجرب منتجاتهم او تدرس وتتدرب عندهم بالصدفة ومشيها بالصدفة ويعطى احتيدنا كذا تقرير دول خلال الساعات الاخيرة بيقول ان ايران بتمتلك لوبي من رجال الاعمال المليار ديران للامساج بمفاصل البورصات والصفقات الهمة في مصر والخليج الموضوع مش كده وبس الموضوع فيه حاجة مفاجأة اكبر مما تتخيل خليك بقى معايا وعشان احكيها لان دي حلقة فعلا مهمة الاخر دي وهتتفاجي من اسماء كنت لا تتخيل خلينا في البداية نقول انه على الرغم من ان الولايات المتحدة الامريكية ملاحقتش عصر القوى الاستعمارية للدول الاوروبية في القرن التسعة تاشر لكن ده ما منعش ابدا ان امريكا تتعلم الدرس من بريطانيا وفرنسا في سيطرتهم على المستعمرات من خلال مبدأ فرق تسب خاصة في المجتمعات العربية واذا كانت بريطانيا حاولت تلعب بكارت اشعال الفتن الطائفية في مصر ما بين المسلمين والمسيحيين او في الهند مثلا بين الهندوس والمسلمين فامريكا هي كمان لعبك بالكارت بتاعها وهي لعبة السنة والشيعة واستخدمت دايما طرق خبيثة لتقليب السنة على الشيعة والعكس في كل دول الشرق الاوسط لدرجة انها قومت حرب او قومت حرب الخليج الاولى بين العراق وايران عشان يخلصوا على بعض تحت راية عودة الفرس بتهدد الاسلام لكن لما خرجت العراق هي وايران من الحرب وهم اقوى مما قبل الحرب اللي استمرت 8 سنين قررت واشنطن انها تخلق فزاعة من ايران عند دول الخليج ودايما التصريحات الامريكية من التسعينات بتقول ان ايران بتعمل القنبلة النووية عشان تضرب دول الخليج فلازم جيوشهم تكون اقوى ومن هنا تجرت امريكا بقضية تسليح جيوش الخليج باقوى واغلى الاسلحة الامريكية في صفقات تجاوزت لكل واحدة منها 100 مليار دولار ولو وصلت تريليونات الدولارات مش هكون ببالك لدرجة ان السعودية بقيت تاني اعلى دولة في العالم في شراء السلاح بعد امارك وتخطط امارك وطبعا كان لازم اسرائيل تخش على الخط عشان تكمل الدولار الامريكاني بعد ما عقدت اتفايات السلام الابراهيمي مع الدول الخليج عشان تفكر العرب وتخوفه من الاقتراب من ايران مع طلب طبعا مساعدة العرب في الحرب المنتظرة ضد مجوس الفرس زي ما بيسميهم اعلام الصحي وطبعا ده الغطأ اللي بيستعملوا الاسرائيليين في كلامهم لكن عينيها او عينيهم على جذب فلوس واستثمارات العرب نهيته وما تسيبهمش لايران وحلفاء سواء كانت الصين او روسيا يعني تقدر تقول كده ان فيه تحالف بين تل قبيب وواشنطن عشان السيطرة على عقول وجيوب الخليج السؤال هنا بقى هل نجحت امريكا واسرائيل في ضرب العلاقات بين العرب وايران وتفكيرهم دايما انهم كانوا اعداء الماضي هيفضلوا كده في الحاضر الاجابة بكل صراحة لا لان الناس كتير واقولهم المصريين ما يعرفوش ان العلاقات بين الخليج وايران في البيزنس والتجارة سامنة على حسن واستثمارات الايرانيين مالية الامارات وقطر وحتى السعودية وطبعا البحرين والكويت لدرجة ان الكويت القانين من سيطرة الرأسمالية الايرانية على السوق في الكويت ده مش كده وبس ده كمان بيتجوزوا من بعض وبينهم صهر ونسب فعلى سبيل المثال الشيخ محمد بن زايد احدى زوجاته ايرانية يعني من الاخر السياسة نقرأ والبيزنس والفلوس والمكسب نقرأ تانية رفعت دول خليج شعار اننا في الاول والاخر بيجمعنا عرض وخليج واحد مع ايران ومش بس كده احنا ولاد دين واحد مهما اختلفت المزاهم من اول السنة لحد دلوقتي دولة قطر اقتربت اوي او اتقربت اول الايرانيين لدرجة انهم اتبادلوا الزيارات الرسمية على اعلى مستوى وكمان نفذوا اكتر من العشرين اتفاقية قصادية متنوعة ما بين الامن الغزائي والتعليم والبنية التحتية والتجارة وتصدير الغاز وصلت الثقة ما بينهم لدرجة الغاء الحصول على فيزا للزوار من البلدين والكلام ده اتنفذ بالفعل وحتى من قبل افتتاح كاس العالم في قطر السنة دي الفين تلاتة وعشرين لكن الاقوى او اقوى من كل ده وليه ابعاد او تأثيرات في المستقبل واتفاقهم في الشحن والتعاون البحر سواء في البحر الاحمر والخليج او حتى في حركة التجارة العالمية في اوروبا والامريكاتين وده نقطة مهمة لانها يكون لها تأثير مباشر على الولايات المتحدة اللي اسطورها الحرب رايح جاي للنهار على مياه الخليج والبحر الاحمر زي الفزاعة الايران بحجة انها بتوقف سفن ناقلات البترول والغاز سواء كانت تبعة الايران او تبعة الروسيا او بحجة ان السفن الايرانية والروسية بتهرب البترول وتصدر وده تحايل على العقوبات وكمان بحجة تهريب السلاح للحسيين ومن هنا لو السفن دي دخلت جوه منظومات الشحن والملاحة تبعة الدول الخليج فده بيزنس مختلف ومحدش هيقدر لا يعترضها ولا يوقف والعايدات بالمليارات فقطر لقبتها صحة لكن المدهش في اجواء الزيارة هو تصريح الرئيس رئيسي الايراني لما قال ان بلاده عايزة تحول علاقتها بدول الجوار لعلاقات صداقة وتحولها في الاتجاه او تحولها في الاتجاه المعاكس اللي فرضته امريكا على المنطقة بسيطرتها على مفاتيح الامور لمدة اكتر من 60 سنة وده التصريح اللي نعلته وكالة تسنيم الايرانية للأكبر هو تصريح انا باعتبر جريه لان كمل كلامه قال ان ايران ادرت انها تتغلب على كل المصاعب اللي فرضتها عليها امريكا على اقتصادها من خلال العقوبات وده بيدينا انطباع ان ايران عندها اتصالات واحد بواب سرية مع دول الخليط هي اللي مشغلة الاقتصاد الايراني رغم كل العقوبات واللي مش عاجبه يشرب من الخليط يعني قطر بتنفذ الاوامر ولا البزنس خليها تقول علي وعلى احداه ده سؤال الحقيقة محدش يقدر يجزم بجابة السؤال ده لكن السيناريو الاقرب او السيناريو هو الاقرب للحقيقة خلينا برضه نقول ان ايران بجد سنين الصراع الطويلة مع ايران واسرائيل ما هيش الدولة السهلة اللي يضحك عليها بكم اتفاقية فانا شخصيا بميل لان قطر دخلت في الشراق حقيقية مع ايران وبموافقة الامريكا لان قطر زيها زي كل دول الخليط عندها تخوف ان لو اسرائيل دخلت في حرب مع ايران فمش بعيد ان ايران بتنتئم بانها تضرب عبار البترول الخليجية عشان تولع سوء التقر عالمي خد عبالك من الجاي ده كمان لازم حضرات تعرف ان العلاقات ما بين قطر وامريكا ما بقتش زي زمان بعد ما واشنطن ضبطت جواسيس بيتجسسه على وزارات الخارجية ومرسلات اعضاء الكونجرس وتم اتهان قطر بانها هي اللي وراء عملية التجسس دي وان الدوحة جندت اعضاء في جهاز المخابرات الامريكية ومش كده وبس ده قطر قدرت تجند اقوى جاسوس امريكاني واللي اسمه كيفين شوكر وكان بيتجسس على ايران وبرنامجها النووي لصالح امريكا وخطب او هرب اربع علماء طاقة نوويين من ايران للولايات المتحدة وحاولهم لايه لجواسيس على بلدهم قطر بقى خلت الراجل ده جاسوس لحسابها بحسب كلام واشنطن خد بالك الغريب بقى ان قطر نجحت في انها تكون لوبيات تخت جوه امريكا واوروبا والاغرب بقى ان اللي بيساعدها فده هم الايرانيين وكلنا سمعنا عن رشاوي قطرية قدمت لاعضاء في البرلمان الاوروبي عشان ما يطلحش اي تقرير موسيقى لقطر خصوصا في موضوع حقوق الانسان وعشان يساعدوا في ان اختيار او في اختيار الفيفا يقع عليهم او على قطر لتنظيم استضافة كاس العالم على ارضها زي ما حصل واللي تم بمساعدة وتنسيق على اعلى مستوى من ايران فهمت بقى القصة طيب تعال نشوف اقتصاد الشيعة دي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها شكله عامل ازاي؟ لان في ناس كتير ما تعرفش ان حجم اقتصاد وصروات الشيعة في الدول العربية وحتى في امريكا اوروبا واسع جدا وعلى رأيي المسأل فالاقتصاد ماله جدين او وطر يعني صاحب المال بيشوف مصلحته فين ويجروا اراه واخد بالك انا بكلمك هنا عن الشيعة بشكل عام مش الشيعة الايرانيين وبس فلازم حضرتك تعرف ان قيمة اغنمية رجل في العالم فيها 11 مليار دير شيعي من اكتر من بلد ايران عندها لوبي رجال اعمال منتشر في العالم كله وخاصة دول افريقيا وامريكا اللاتينية وامريكا الجانوبية اغلبهم بيشتغلوا في مجالات العقارات والسياحة ومعظمهم تركوا بلدهم عشان التديق عليهم بسبب انهم شيعة لكن لسه على تواصل بيهلهم وبلدهم وليهم مشاريع ضخمة جوا كتير من البلدان العربية والافريقية لغير انهم بيستهموا اكتر من 505% من اقتصاد بلد زي لبنان مثلا وبيعتبر رجل الاعمال او رجال الاعمال الشيع اللبنانيين ظاهرة تستحق الدراسة المفروض ان كل الناس بتهاجر للدول الغنية عشان تشتغل وتعمل فلوس الا اللبنانيين الشيع كتير منهم اول ما هاجروا راحوا افريقيا في الستينات والسبعينات لما كان جنوب لبنان من افقر المناطق في لبنان بسبب انهم مسلمين وشيعا في الوقت اللي كنا فيه او كان فيه سيطرة من رجال الاعمال المسيحيين قبل ما تقوم الحرب الاهلية اللبنانية وطلعوا على افريقيا للتنقيب عن الماس او بعضهم سافر للعمل في الترجمة في بلازة الكونغو والنيجر والجابون المهم من هنا لهنا العاجلة مشت وقدروا يحتكروا الشغل في الصناعات كتير وانتاج المواد الغذائية هناك وده اللي كشف التقرير امريكي طلع من الادارة الامريكية في 2021 اسمه وسائق بندورة لو فكرينه بينهم مجموعة من رجال الاعمال الشيعة انهم متورطين في تمويل الحزب الله اللبناني رغم تأكيد الحزب انه بيمول من ايران ونظامها طيب من بين اشهر الشخصيات اللي ذكرهم التقرير رجل الاعمال صالح العاصر اللي بيشتغل في مجال الصناعة صناعة المواد الغذائية وابرزها صناعة وانتاج الخبز عشان كده لقبه ملك غذاء الفقراء بيمطلق اكبر سلسلة مخابس في العاصمة الكنشاسة وده نابع من شعوره بمعاناة الفقراء وذكريات طفولته اللي عانى فيها من الحرمان والجوع وتتركز اعمال العاصر في انجولا والكونغو كمان ايطاليا خد بالك واللي هيلفة نظرنا من استعراض بعض تقارير او بعض رجال الاعمال الشيعة ومجالاتهم هو ان كل اموالهم في بنوك اجنبية وبعضهم اسس شركات اوفشور عشان يتهرب ضربية وعشان يكون كمان بعيدة عن الادارة الامريكية بسبب تبعيتهم للنظام الشيعي وبالدية عليهم لكن اللبنانيين عندهم الحس التجاري بالفطرة وبيعرفوا يعمل فلوس وبالتالي لجأوا انهم يعملوا علاقات ممتدة وقوية برقوس الحكومات الافريقية بشكل مباشر من مبدأ فيد واستفيد عشان امورهم تمشي ومن بينهم رجل الاعمال اللبناني قاسم حجيج اللي بيشتهر بوطنيته وانتماؤه الشديد للبنان وحجيج بدأ رحلته الملياردير من الجابون وقال لصحيفة الدرج اللبنانية انه ما عندوش حتى بنطلون يغطي بيه جسمه ويشتغل في السياحة والفنادق في الجابون لدرجة ان البلد الافريقية دي عملته القنصر بتاعها في لبنان موطنه الاصلي وده من كتر ثقة الحكومة الجابونية فيه بيمتلك حجيج فندق شهير في لبنان اسمه كرالبيتش وبنك الشرق الاوسط وافريقيا وشركة طيران في الكويت اسمها كويت جيت اما بقى قسم تاج الدين فده قصته قصة ده امبراطور شيعي لبناني برضو بيشتغل في تجارة الماس بشكل واسع وينتاج المواد الغذائية تقريبا في كل دول غرب ووسط افريقيا في الكونغو وانجولا والزامبيا وسريالون واشتغل في تجارة العربيات الجديدة ومستعملة ورقريب كمان في اللبنانيين انهم مش بس راحوا افريقيا في الوقت اللي ما كانش حد بيفكر فيه كده لكنهم راحوا برضو امريكا اللاتينية وبعليهم تأثير اقتصادي واجتماعي واسع هناك اما رجال الاعمال الشيعة من الخليج فعش هرهم من الكويت والبحرية وبعضهم لهم استثمارات حتى في مصر لكنهم بيخفوا هويتهم الشيعية لان زي ما قلت ليك ان ده بيزنس وفلوس والشغل ملوش ملة او انتماء سياسي لكن المفارقة اللي عملها رجال المال الشيعة هو انهم هربوا من الخليج في 2019 بشكل جماعي لسوريا للاستثمار في مجال العقارات والسياحة لدرجة ان فيه عائلات كاملة راحت هناك واشهرهم عائلة تشتي بعد ما الكويت ضيعت عليهم رغم ان كل منهم او كان فيه منهم اعضاء في مجلس الامة الكويت لكنهم اختاروا يروح السوريا وبالفعل خدوا جنسياتها واشتغروا فيها ووصل حجم استثماراتهم هناك لأكتر من 2 مليار دولار قبل اندلاع الحرب السورية ورغم انتماء كتير من رجال اعمال كليج للمذهب الشيعة لكنهم مش بيظهروا او حتى بيتكلموا عن ده عشان ما تتقفلش في وشهم الابواب فعلى سبيل المثال في عائلة البهبهان الكويتية لها استثمارات في مصر ودول تانية وكمان الخرافي اللي كان بيشتغل ودرسه عاش في مصر هو وعائلته وكأنه مصري واشتغل في مجالات الاستثمار العقاري والسياحة كاختاع خاص والشاركة مع الحكومة في مشاريع كتير وشركتهم متدولة في سوق البورصة المصرية وشريك اصيل في البنك الكويت الوطني وكمان بنوك مصرية زي بنك الاهل المتحد وبتوصل حجم استثمارات رجل الاعمال الكويتين في مصر سواء شيعة او سنة الاكتر من 4 مليار دولار مقسومة ما بين الشيعة والسنة ولو بصنا على المذة بالشيعة على مستوى منظمات المجتمع المدني وموضوع تمويلها والنشاطات التجارية والاقصادية اللي بيقوموا بيها على مستوى الدول الاوروبية وحتى الولايات المتحدة الامريكية نفسها اللي بتطردهم بحجة ارتباطهم بالضام الملالي في ايران او بشار الاسد في سوريا فهللاقيهم منتشرين بقوة في فرنسا والمانيا وهولندا وسويسرا وبينهم طلاب بالالاف اللي استوطنوا اوروبا وامريكا بعد ما درسوا فيها لدرجة ان الشيعة نجحوا في تكوين جماعات مقلقة واخد بالك من الكلمة دي وعشان جيين لها كمان حلقة ولا تنين فموضوع مهم جدا هيقلم الدنيا في مصر الفترة الجاية ما علينا كمان كونه جماعات ضغط في اللوب الامريكي في الكونجرس واقنعوا الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما بانه يهاوت او يخفف حدة الهجوم عليهم على اليران نظرا للاستفادة اللي ممكن يحققوها من وراءهم كامريكا عن طريق رجال الاعمال اليرانيين والشيعة في امريكا لحد ما قاعدوا كلهم على طاولة المفاوضات وعقدوا الاتفاقي النووي في 2015 وكانت بمثابة معجزة انتقدوا عليها اوباما مقهور الخلاصة حضرتك ناس كتير انتقدت ان الحكومة المصرية تفتح باب الزيارات والسياحة الدينية مع الايرانيين بواجه عام وقالوا ان دا هيأثر على الهوية الدينية المصرية وفي ناس تاني هجمت المصالحة مع قطر وقالت ازاي دول عمل وعمل هنا بقى لازم افكرهم بان العالم كله بيتكتن وبيعمل تحالفات وفي لغة السياسة والاقتصاد مفيش لا عدوة دايمة ولا صداقة دايمة في بس مصالح مشتركة والشاطر هو اللي يعرف امتى يتصالح وامتى يبعد والاهم اوعى تتصالح او تتخانق وانت في موقف ضعف لازم تكون قراراتك كلها وانت واقف على رجلك وكامل ارادتك وان كان على الهوية المصرية فخلينا اقول لك مصر عبد عليها الرومان والفرس والمليك والاكسوس وغزو فرنسي وانجليز وصهيوني بس ما حصلش تأثير في الهوية المصرية ولا تبديل وعلى رأي عمين عبد الرحمن الابنود الله يرحمه بيقول حكموك ما حكموك برضو المصر مصري والمملكي مملكي اشوفكم على خير اشتركوا في القناة شكرا